أحسن الله إليكم له فقرة ثانية يقول أنا أبي وأشتري في محل الخضار والفواكه وأرى ممن حولي يغشون في بيعهم وشرائهم هل يلزمني أن أقوم بنصحهم نعم يلزمك أن تقوم بنصحهم قد مر النبي صلى الله عليه وسلم على بائع طعام فأدخل صلى الله عليه وسلم يده في الطعام فوجد في أسفله بللا قال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يعني المطر يا رسول الله قال هل لا جعلته ظاهرا فاتعراه الناس من غشنا فليس منا بل هذا على الإنكار على الذي يغش الناس وإذا تأكدت أنه يغش الناس ولم يقبل النصيحة فعانت أن تبلغ عنه أن تبلغ عنه ولاة الأمور